تشرفت بتقديم أوراق اعتمادي التي أصدرها الرئيس النمسوي أليكساندر فوندر نيلان أمام السيد الرئيسي الجمهورية عبد المجيد تبون كان اللقاء مثمراً ذكر خلالها السيد الرئيس بالعلاقات العريقة والمتينة التي تجمع بلدينا والتي تعود إلى سنوات الثورة التحرير في الجزائر اتفقنا على بعث وتوطيد هذه العلاقات في المجال التجارية والتبادل الثقافية سعدت كثيراً بسماء الكلمات الطيبة للسيد الرئيس عن بلد النمسا كبلد أوروبي محبوب جداً في الجزائر أعتقد أننا بلداً عضواً في الاتحاد الأوروبي مهم جداً أن نرى الاهتمام الجزائر والرئيس عبد المجيد تبون بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومع النمسا ترجمة نانسي قنقر